مستوحية نماذجها من الحرب المستمرة بين حماس وأسرائيل في غزة تقوم الفنانة اليمنية أم الفاضل بإنشاء أعمال فنية معقدة مشيرة إلى أنها طريقتها لتوثيق الأحداث الجارية في القطاع الفلسطينية وفي مجموعة من المنحوتات أطلق عليها اسم فلسطين تنقل الفنانة البارغة من العمر أربعين عاماً أحداث الحرب في غزة موضحة إنها تشعر بأن الجميع في اليمن وخارجه تأثروا بالصراع الحالي وقبل الحرب الدائرات في القطاع كانت الفنانة اليمنية تعمل على مجموعات مختلفة ولكن الأحداث في غزة دفعتها إلى أيقاف أعمالها على المجموعات الأخرى والبدء بمجموعات فلسطين أعملت مجموعة من الأعمال وقسمتها إلى مجموعات وكنت مستمرة في هذه المجموعات لكن القضية الفلسطينية والأحداث التي تحصل في غزة قالتني أن أتوقف عن هذه الأعمال وأبدأ في مجموعة جديدة مجموعة فلسطين من المسجد الأقصى إلى الأطفال الفلسطينيين وكاميرا الصحفي أشرت الفنانة التشكيلية اليمنية أمل فاضل إنها تريد من أعمالها الفنية ومنحوتاتها أن تنقل القضايا التي يواجهها الفلسطينيون إلى العالم أجمع الأحداث التي تحصل في فلسطيني الآن في غزة التشريد والتقويع والتهجير للشعب الفلسطيني أثر فينا كلنا من يمنيين وعرب أثر فينا كفنانة وقمت بتمثيل هذه القضايا كلها في أعمال فنية لأوصلها لكل العالم أن هذا الشعب يعرض لظلم كبير جدا ومنذ طفولتها أحبت أمل فاضل الفنى وتمارسه كهواية إلى جانب حياتها الأكاديمية حيث حصلت أمل على شهادة البكالوريوس في علوم الأحياء من جامعة صنعاء إضافة للماجستير في التنمية الدولية والتنوع الاجتماعي ومنذ 2020 دخلت أمل مجال النحت وأنشأت منذ ذلك الحين عدة مجموعات من المنحوتات التي تصور القضايا المجتمعية في اليمن والتمثيلات الثقافية كما ركزت على قضايا المرأة مثل التحرش وتغيب دور المرأة في المجتمع